شباب نبدأ مع بعض ان شاء الله نحل الفاينال بتاع التيرم السابق اللي هو 2022 عن نهاية 2021 شهر 12 نهاية 2021 الهدف من الاختبار طبعا هو سهل وبسيط وما فيش ادنى مشكلة للأسف الشديد ما فيه فكرة خرجت بره اللي احنا درسناه بالاضافة ان فيه اسئلة بتيجي منه كوبي باستيساكا من البروبلمز او التجميعات او البنك ونبدأ مع بعض طبعا هنا وانا بجرى السؤال اركز يبغى يعني ماس ونينس وفوليوم وصيز وبالتالي انا بطور على مفتاح الحل في كلمة اللي هي ماس ونينس وفوليوم وصيز فبولي اذا تمبرتشار لا التمبرتشار هي انتنسف فمش هكمل زى ماس الاجابة طبعا انصر بي زى ماس وفزا سنبل اس كذا خاص بها دي اكستنسف اما الانصر الفنيcko غادية السؤال اللي سنكون هنا اس كذية كانت Gray الهدروجين 7.4.10.11 متر الهدف كله من دينجيفن أموانته عباره عن 7.4 ملطيبه ل10 أس سالب 11 ماله متر يحول الى بايكوميتر طبعا من متر الى بايكو رايح فبالموجة بأضرب في 10 أس 12 لما ضربه مع القائلة سيطلع للناتج طبعا 7.4 في 10 أس 1 أو رياضيا 10 أس 12 و10 سالب 11 تصير 10 أس 1 وما في أدنى مشكلة والجواب هيكون أنصر دي السؤال اللي بعده بقول لي an isotope x of a particular element ما ندري وش هو هذا an atomic number العدد الزري ليه 7 وإحنا اتفقنا أن العناصر من قبل ما جمل في أي شيء لو روحت للجدر الدوري العناصر رتبت بناء على the atomic number يعني atomic number دي بصمة بعرف منه العنصر فبالتالي أنا الآن ما أقول لك سبعة تقول لي ما في غيره في الجدر الدوري هو النيتروجين لأن المرتب 1 2 3 4 كذا فالسبعة اللي فوق ده الاتوميك نمبر واللي تحت هو المولر ماس وبالتالي هذا كده عرفنا أنه هو النيتروجين هذا an atomic number 7 and the mass number 16 يعني عرفت أنه النيتروجين 7 والمass number 16 X is anisotops of nitrogen جملة صحيحة يبهو النيتروجين صح بقول لي X is anisotops of carbon خطأ X has 8 النيترون بيراتهم لما أطرح 17 16 لما هنا أطرح النيترون 16 من السبعة يطلع لي 9 والتالي خطأ بوس بي and dc برضو خطأ الجواب الصحيح هو X is anisotops of nitrogen لأن النيترون هيطلع كام طبعا هيطلع 9 سؤال 4 the formula of a chemical compound X is 3 and 2 if the X ion has 23 electron وتز متل X يبغى يعرف مين المتل X ما في مشكلة أنا بروح أجيب النيتروجين من الجدول إحنا عارفين أول ما بدخل الجدول لازم فيه تعليمات منفزها على الجدول الدوري وش التعليمات اللي منفزها على الجدول الدوري طبعا إحنا عارفين اللي بنعمل بنجي نحدد الأول بورون سيليكون ديرمانيو مارزانيخانتيمون تيلوريوم بيروديوم هذا متلويتس كل اللي يقع على سرهم هو متل مع هذا الهيدروجين نون مثل وبنكتب طبعا هنا موجة بواحد موجة باثنين وبعدين موجة بثلاثة أربعة سريب ثلاثة سريب ثلاثة سريب واحد وهنا صفر وهنا بكتب موجة بثلاثة لندول عناصر الانتقالية كلام كله الناس عرفته هو طبعا عبارة عن تقريبا السؤال كان X كام X3 and 2 هو هنا بقول لي ان كان X3 and 2 وهو آيون عنده 23 إلكترون ويبغى يعرف هو مين طبعا دي فكرة مكررة واتقررت كتير جدا وحلناها طيب هو X3 and 2 لازم أحدد التكافؤ بتاعها أروح للنيتروجين اللي معروفه بسالب ثلاثة فاثنين في سالب ثلاثة بسالب ستة وهنا ثلاثة في X يبغى السالب ستة بيساوي صفر يعني ثلاثة X بيساوي موجة بستة يعني الآكس بموجة بكام اثنين يعني بكساب على الثلاثة معناته شباب هو فاقد إلكترونين ما هو موجة بداية يعني هو مثل فاقد ولما يكون الإكس في البداية مثل ولما يكون على اليمين نان مثل وبالتالي هو كده عرفت أنه مثل يعني فاقد إلكترونين أرجعهم له بقى وهو هنا بقول له هو أيون عنده 23 لما رجع له الاثنين رح يكون عدد إلكتروناته 25 خلاص معناته أنه أنا رجعته ستيبل عشان أدور في الجادر الدوري معناته أنه 25 يبغى هو المنجنيز أدور الجادر الدوري على عنصر عدد في الزري 25 وإنتهي الجواب معنا أنصر إيه بسشن الخمسة سهل خالص إذا كوريكت فورميلا فور ملوبيديوم آي في رباعي هايبوكلوريت هايبو يعني حبة واحدة يعني سي إل أو وطبعا أنا عارف التكافي بتاع مجموعة سلب واحد ملوبيديوم رمزه من ملطي بلو تشويس إم أو بحط التكافي بناء على الرومان نمبر هنا أربعة يبقينا موجة بأربعة ده بياخد ده بياخد ده فيسير إم أو سي إل أو فور الكل باي كام أسف سي إل أو سي إل أو الكل باي فور فالجواب رح يكون أنصر بي وده سهل معتمد على حفظك للجروب والكلام سهل بسيط ما فيه أدنى مشكلة إكوالسل شانسيت تبولي استيت ذات نوتو إلكترون نوتو إلكترون أن أتم كان هافزة إن فوري كوانتم نمبر هذا التفاجن عني بولي إكسي كلوشنز برينسبال بولي فعلا قال إن ما فيش إلكترونين في الزرة يمديهم يكونوا لهم نفس الفوري كوانتم نمبر أعداد الكام الأربعة إكوسيتشان سبعة وانا بجرى السؤال أكون مركز هو بقولي إيه كل اللي ستة اللي هيجي ده كل الحلول اللي عندك الملتبلو تشيزس A وB وC وD هم بالوضع بقولك سيتو في كوانتم نمبر لأن أتم are not possible يعني خطأ ما عدا العلاقة الصحيحة مين فيهم يعني بقولي طلق لي العلاقة الصحيحة طبعا لما شوف 2-2 ده غلط لأن اتفاجنا الرقم L لازم يكون وضعه أصغر من هنا واللي هنا مرتبط باللي هنا يعني لو هنا صفر هنا صفر هنا واحد يبقى هنا يصلح من سالب واحد لحد واحد والأخير لم يجب نص لسالب نص فطبعا هنا 2-2 تساوي يبقى ده غلط لأنه لازم يكون هنا صفر أو واحد نيجي أربعة اتنين ماشي سالب اتنين صح سالب نص صح يبقى الجواب أنصر بيه صحيح لأن الرقم هنا أصغر لازم يكون مساوي أو أصغر منه يعني هنا يكون من سالب 2-2 يعني يمشي أكتب سالب 2 صح سالب واحد صح 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 وواحد صح واتنين أيضا يمشي 100% طبعا 3-2 صح لكن سالب 3 غلط لأن هنا من سالب 2-2 لحد 2 طيب واحد صح صح بس لازم يكون هنا صفر يكون قيمة غير الصفر لأن الام المرتبط بالهل نبدأ في كوستشان 8 هنا أقول لي وانت بتوزع أنت هتوزع 18 إلكترون وليس 15 لأن هذا أنيون مكتسب فلن أرى توزيع الإلكتروني يظهر 18 إلكتروني طبعا الأنصر صحيح لأنه 1-S2 2-S2 2-P6 3-S2 3-P6 لأن مجموحهم متاعب فعلا هيتطلع 18 وهذا كلام سهل أي واحد يستطيع أن يحل السؤال لأنه سهل لا يوجد شيء يمكن أن نشيل كله ويكتب لي أردون عادي لأنه سيكون نفسي توزيع الأردون النوبل كوستشان 9 نحن حلينا في البروبلمز كثير لكن الهدف كله هو محتاج منك تركيز أقول لك M-Positive 3 يعني عندنا ما ندري وش هو فاقد 3 إلكترونيات Drive from Metal in the First Transition Metal تم اشتقاكه من السلسلة الأولى بالنسبة لعناصر الانتقالية اللي هي الـ 3D has 5 إلكترون 3D يعني هو عنده في الـ 3D 5 إلكترون 5 than the metal would be من هو؟ من هذا العنصر؟ عندما أذهب للجدر الدوري وعرفين أن في الجدر الدوري يعني للتأكيد الثاني وللمراجعة أنت تعرف أن تكتب هنا S1 وهنا S2 وهذا الكلين مثل وهذا الكلين إرثي مثل وبتيجي تقول للبي وزعت في ست مجموعات بدءا من B1 لحد B6 وعرفين وأنا بوزع بجي بعد الهليوم أكتب 2S 4S 5S 6S 7S ولما أجي أوزع عنصر بيقع هنا في الـ 3D لأن احنا عرفين أن بكتب هنا 3D وهنا 4D وهنا 5D يعني أي عنصر بيدي ترانسيشن معناته أن الـ 3D بيقع هنا ولما أجي أوزع أي عنصر من هنا في الدورة دي اتفاجنا بتحرك باك وورد للنوبل جازي اللي جاب له يعني وأنا بحل السؤال راح أحل على التوزيع مختصر للأردون اللي هو بـ 18 وبعدين قال لي هو الـ 3D في كام؟ آه يعني معناته 18 زائد 5 وهو كتب لي الـ M موجب 3 يعني هو فاقد 3 إلكترونات لو سمحت عايزين نرجعهم له يبقى 18 وخمسة ذائد 3 هيطلع لي 6 وكام وعشرين اللي هو الحديد واش نريلك على الكلام ده؟ أنا لو وزعت الـ F بوزع باك وورد 4S2 3D 6 ده التوزيع الطبيعي من عشان أجيب عنصر لفاقد ولمكتسب خلاص عرفنا إنه 26 عن الجواب الحديد طب عايزة أتأكد هل فعلا لما يكون الـ F-E موجب 3 هل هيكون نفس التوزيع اللي هو الـ Arjun 3D 5؟ آه لأنه يفقد من الـ S الأول 2 وبعدين يفقد 1 من الـ D يصير 5 فيصير Arjun 3D 5 وبالتالي هو فعلا الـ Iron الحديد وبالتالي العنصر راح يكون هو الـ F-E وإن شاء الله أنها تكون واضحة للجميع أنصر D كسجن 9 كسجن 10 ده أول مرة تيجي ويطلب مني أن نكتب معادلة وأنا أشرت إليها وقلت احتراك أي مركب عضوي ينتج عنه الـ Carbon Duxed Water والرأي الكتر خيره ما قسر معك هو طبعا لحط الاختبار واحدة اللي للدكتور عديدة هي ما قسرت هي جاءت لك المتفاعلات كذا وانت حولهم واكتب المعادلة لا هذا لابد من الواحد يكون يوسع صدره في الاختبار وليس يخاف من السؤال هو قلت لي What is the coefficients of oxygen نعم هبغى المعامل للأكسجين In the balance of equations في المعادلة الموضوع هو الميسانول أعطاني الميسانول is burned in air يعني حطر ريكا في وجود الأكسجين تبروديوس Carbon Dioxide اللي هو CO2 طبعا ما عليك تكتب تكتب Carbon Dioxide وتكتب الوتر H2O فكل الهدف هكتب عادي ميسانول CH3 OH زائد أنا أبغى أن أسهل عليك فنجمع دول عشان وانا بوزن يعني قل لي C و 3 1 4 O زائد O2 اللي هو الأكسجين giving to CO2 زائد H2O الآن يأتي وزن كيف فوزن؟ لا يوجد مشكلة نوزن عادي أول حالي الكربون هنا واحد والكربون هنا واحد أروح للهيدروجين هنا أربعة فأضطر أضرب هنا في كام؟ في 2 أو زينوكسجين آخر حالي 2 في الأو طبعا 2 في الأو بـ 2 و 2 أربعة طب هنا في حبة وهنا في 2 يعني توتل ثلاثة فإزاي أن أخلي دي أربعة هضرب هنا في كام؟ في ثلاثة طيب هنا احنا اتفاجنا هنا أربعة وهنا 2 في 2 بأربعة طب هنا 2 و 2 أربعة وهنا حبة وهنا 2 فأضرب هنا في كام؟ في ثلاثة على ثلاثة على ثلاثة تمام كده يا شباب؟ إن شاء الله أنها تكون ايه؟ واضحة ليه؟ لأن الثلاثة تروح مع الثلاثة فيتبقى لي ثلاثة أو وواحدة يوب بأربعة يبقى كده مزبوط هضرب بالمعادلة كلها في كام؟ في ثلاثة هضرب هنا طبعا أتخلص من الثلاثة هنا فالثلاثة هنا في واحد بثلاثة ونزل الثلاثة وبعدين الثلاثة مع الثلاثة يصبح ثلاثة أو وبعدين الثلاثة وبعدين الثلاثة وبعدين الثلاثة وبعدين الثلاثة وبعدين الثلاثة خلاص أنا كده وزنت المعادلة مية في المية هو بقول لي الكوفيشنز بتاع الأكسودين رح يكون كام؟ ثلاثة بعد ما وزنت صار ثلاثة كده خلصت يعني اللي ترك الوحيد هنا ان ازاي خلي دولة اربعة هنا حبة وهنا اثنين فضربت في ثلاثة على اثنين انت فاجنا انت دي بتتخلص من اثنين هنا زي ما كنا بنضرب سبعة على اثنين والارقام دي كلها فان اضربت ثلاثة على اثنين عشان تروح معا اثنين والبجري تلاتة او هنا تلاتة او اهو واحدة يطلع كام اربعة لان ما انفعش اضربين عشان مش هلقبت الدنيا ان وزنت الكربون وزنت الهيدروجين فما ابغى ان انا اخرب علي الوزن للعناصر المتبقية السؤال هذا توقعناه والحمد لله جاء في الاختبار وكان ما جاء من فترة وتوقعناه والحمد لله ايجا وحلينا زيه في السلايد وحلينا زيه في اختبار ميد سابق السؤال الفكرة منه هو محتاج مني تركيز بس اكمبوند اث كومبوزد اوف اولي كاربون هيدروجين اوكسودين اذا كومبوزيش غن اوف زيرو بوينت خامسة واحد تسعة جرام سامبل اوف زيس كومباوند عندها كتلة المركب لما احترقها يلد اتأنتج 1.24 جرام في سيو تو وعطاني 0.25 جرام في اتشي تو يبغى الامبيريكا الفورميلا لهذا المركب ترد على تقولي انا عشان اطلع الامبيريكا لازم يكون معي كتلة الكاربون والهيدروجين والاقسودين عشان اجسم كل واحد عن مدر ماس لكن الان انا مش معي كتلة الكاربون من وين اجيب الكاربون يعني الهدف هنا من وين اطلع كتلة الكاربون عشان اجسم على 12.01 ومنين اطلع الهيدروجين عشان اجسم على واحد ومنين اطلع الاكسودين عشان اجسم على 16 تبدأ تقول ليه اجيب كتلة الكاربون كتلة عنصر من المركب اللي هو 1.24 جرام في سيو تو فاكتب سيو تو على اليسار واشد سهم فيه كم حبة كاربون حبة واحدة اني بنحسب كتلة الكاربون ام فانزل المولر ماس 12.01 اللي موجود في كام في 1.24 من المركب وهنا 44 وسوي كرس وطلع الام سي كتلة الكاربون هتطلع كتلة الكاربون 0.338 خاص اكتب هنا الكتلة اللي انا طلعتها للكاربون 0.338 بنفس الطريقة بجيب الهيدروجين من الماء اجتش تقو على اليسار واشد سهم اتنين اتش ودين احط ام وانزل اتنين في واحد ان انا عايز كتلة فانزل معامل في كتلة مونية واقصاده بحط كتلة الماء اللي هو 0.255 جرام فانزل هنا المولر ماس 18 وسوي كرس وطلع ام للهيدروجين طبعا دي ام كاربون عشان احادد عليها وام للهيدروجين اطلعها هنا هطلع ام للهيدروجين هيطلع معي الناتج 0.0283 اكتب هنا 0.0283 السؤال هنا من وين هجيب كتلة الاكسودين اجمع الكاربون والهايدروجين واترحم من كتلة مين المركب لان المركب عبارة عن كربون وهيدروجين وكسودين فلو عايز الاكسودين يبقى ام اكسودين هقول له هنا اذا ام اكسودين بتساوي المركب كامل لو صفر فاصلة خمسة واحد تسعة ناجس مجموع كتلتين 0.338 الكاربون والهايدروجين 0.0283 هيطلع له هنا الناتج للاكسودين 0.1522 كمل بقى وطلع الام بريك هنجسم بقى المولر ماس لكل واحد وطلع اغير اللون عشان ما تطلق بطون هنا بروح مجسم اطلع طبعا الكاربون هنا هيطلع لي بعد الكسمة عدد المولات 0.028 ده نفسها 0.0283 ده لازم يطلع اصغر شي لانه مش طلع اصغر شي رح يكون الجواب خطأ 0.0095 اكسم على اصغر عدد لو 0.095 وهنا 0.0095 وهنا هكسم على 0.0095 هكسم ده على ديها يطلع لي 3 وده على ديها يطلع لي 3 وده على بنفسها بواحد اضرب ثلاثة في السي بسي ثلاثة اتشي ثلاثة او ويطلع الجواب انصر بي وسهل وبسيط وما في ادنى مشكلة خلصنا من 11 هنروح لكوستشان كام 12 كوستشان 12 هو في الجيب وسهل وبسيط وما فيوش ادنى مشكلة اكورد انجتو سافولون الكويشن بيديني معادلة وبعدين زي اما انتو اف اتشي تو او اني جرام يعني هاتل كتلة الماء في المعادلة ريكوير تو بروديوس 13 جرام اف سي تو اتشي تو او كل انا سويه هاجي اطبق الكلام على المعادلة مع مراعاة كلامي زين اذا حطيت كتلة انزل المعامل في كتلة مولية واذا حطيت مولية انزل المعامل فقط فهو انا يبغى كتلة الماء اللي في المعادلة ده فهاجي تحتيه احط ام وطالما انا عايز كتلة فبنزل المعامل في الكتلة المولية للماء ب18 2 في 1 زي 16 من الجدول اللي هتنتج عن 13 جرام اف سي تو اتشي تو فين سي تو اتشي تو اهو تعالى اقصاد الام وحط الكتلة اللي معطها لك 13 جرام نزل المعامل واحد ضرب المولر ماس 2 في 12 زي 2 يعني 26 2 في 12 في 24 و 2 في 26 واسوي كروس مقصد ام في المقام ودول في البس 13 في 2 في 18 تقسيم الاقصاد الام ويطلع معنا الجواب بتاعك وستشان 12 انصر ده 18 جرام السؤال اللي بعده فكرة مقررة ما في عادنا مشكلة نشوف السؤال ونحل تعالى مقصد ام في انصر ده 18 جرام سأتشي هذا ام في ودوا حصل لديه مقصد ام في المقصد ام في كاري 2nicas إتشي لدينا العديد 22.6 بالمية يعني ما دقيني البرسان يالد هنا هاو مني مولز اف جي اي اف فور يعني يبغى هذا عدد مناطي الرياء تاينب ارنيدة تطير بالاند تأمانية مولز اف جي اي اف سري اتش شوف هذا فهذا الـ GEF3H هذا ووضعه سترد على تقول لي هذا الـ Brother صح؟ هذا الـ GE الجرمانيو طيب الآن يا شباب الفكرة كلها هذا الفكرة الثانية في اليظ إحنا أخذنا كم فكرة ثلاثة أن يطلب البرسنت عادي النقطة الثانية يطلب عدد مولات أو كتلة مدفاعة صح؟ ويكون معطيني الـ Actual والنسبة والفكرة الثالثة الأخيرة أنه ماتة يطلب الـ Actual إذا طلب كتلة الـ Brother فهو أعطيني النسبة ومعطيني عدد مولات طبعا عدد مولات وهو 8 MOLS OF GEF3H هذا هو الـ Actual هذا هو مين؟ الـ Actual لأنه أعطاني عدد مولاته لأنه فجن الـ Actual دائما معطى يعني هو بديني كمته إذا هو طلبه أصلا طيب الآن ووش طالب؟ طالب عدد مولات المتفاعل أنا من اللي بستخدمه؟ النظر الـ Certical النظر الـ Certical أنا بستخدمه في المعادلة وفي الحسابات فما يمديني أعود بالـ 8 لو عودت لعمل الـ 8 ويجب أن أعود بالـ 8 وإن أعود النسبة لنستخدمها بهذا المعادلة لن يجب أن أستخدم النسبة يجب أن أعود بالـ Certical لابد أن يظهر على مولات لأنك ستعمل مولات أفضل مولات فهنا الخطوة الأولى أنه أقول له والله أنا لدي Unrecorded وهو كان عبارة عن Actual معطى وهو 8 لأنه أعطيني كمته للناتج لأنه لأتفاجأ أي ناتج يقدم نفسه او مولاته فده اكشوري يبادها مانيا على النظر السيروتيكل وهذا الكلام بيساوي النسبة 92.6 على مية او بالمية واعمل وعمل وعمل شفت صوف او حل بالمجس وطلع عدد المولات حجة مين حجة هذا هيطلع عدد المولات هنا كان 8.6 اروح كاتب تحت السيروتيكل يعني اكس انا طلعته كده سيروتيكل ادي تحتيه واكتب كمت المولات انا طلعتها كم 8.6 اربعة طيب انا كتبت هنا مول لا يبقى نزل المعامل هنا كم اربعة وادي هنا هو يبغى عدد مولات gf4 اللي هو الرياكتين اي تحت هنا وحط ان ونزل المعامل كم تلاتة لما اتعمل مع مولات انزل معاملات بس واسوي كرس مقص اضرب هذا في تلاتة تقسيم اربعة وطلع الناتج بالنسبة كوستشان 13 ستة بوينت كام 48 انصر سي سهلة وسيطة وما فيها ادنى مشكلة هندخل بقى من اول كوستشان كام 14 جازز يعني اول 13 في جزئية المد والده الكامل احنا اكدنا عليه اول 13 سوال جاء من جزئية المد اول 5 شباتر لكن اخر 3 شباتر بدأ معا من كوستشان كام 14 نبدأ مع بعض كده ونفهم خطوة خطوة على الجازز اجاز كيوبيت مية خمسة وسبعين ميلي اعت بروشر اوف سبعمية خمسة واربين تور اندات بروشر اوف ميتين تامانية وثمين كيلفين واتزا فوليوم انيلي يبغى الحجم واندات كيوبيت اس تبي ترمع شيء اتقرب ارجع بابا بتترتيب ومشي الكلام اجاز كيوبيت مية خمسة وسبعين ميلي ادي بي واحد اعت بروشر اوف ادي بي واحد اعت بروشر اوف ادي تي واحد وات فوليوم يبغى الفي تو والجاز ايكيوبيت اس تبي يعني البي بواحد اتم والتي متين تلاتة وسبعين كيلفين ركز بعشان انا عندي هنا اتم وهنا ايه تور فلازم احول دي اخليها اتم 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 او تور تور فهقول له هنا طبعا ده يكون بي تو وده يكون تي تو ان احنا مشينا دير في تو فده دي تو وده يكون بي تو احولها اخلا سبعمية وستين تور لان اضربها في سبعمية وستين لان واحد اتم بعدين اعود بقى في قانون بي واحد في واحد على تي واحد يساو بي تو على تي تو نهو نبدأ البي واحد كام سبعة اربعة خمسة ضرب البي واحد كام مية خمسة وسبعين تي واحد كام ميتين تمانية وتمانين البي واحد في سبعمية وستين تور امين ان اضربها في سبعمية وستين ادرا في سبعمية وستين اجلها في سبعمية وستين او اجلها بالاتوم اتم بكيفين و بعدين تيتو كان ميتين تلاتة وسبعين وحيلا تظهر الناتجه ده سؤال سهل ووسيط وما مش محتاج عندنا مشكلة سيطلع أنصر A قواتشان 14 جوابه A قواتشان 15 أنظر كونستانت بريشر تحت ضغط سابت كونديشنز أد هواتم بريشر يعني يبغى تي تو لأنه نقولنا إذا سأل عايز تي تو إذا سأل عن شيء يبغى يبغى دلتنين تي تو في تو كزا أد هواتم بريشر عايز تي تو والأفوليوم أفجاز بي دابلت أوف اتس أوريجنال فوليوم أد سفر سليزيوس طيب أنا ممكن أحل المسألة دي بالطالفتين طبعا سفر سليزيوس أمتين تاتة سبين أنا عارف أن العلاقة بين الفي والتي علاقة ترضية كل علاقات الغاز ترضية مع هذا البي والفي عاكسي فهو بقول لي ويلزا فوليوم أفزاجاز بي دابلت أوف اتس أوريجنال فوليوم يعني مثلا صار الفي تو دعف الفي واحد يبغى هاتي تو هتكون دعف التي واحد طب التي واحد كانت صفر سليزيوس أمتين تاتة وسبين فأضرب اتنين ضرب متين تلاتة وسبعين هيطلع أنصر دي وهو سؤال سهل وبسيط خمسمية ستتة وربين واحد تاني ممكن يعود بقى بالقيم عادي ما في مشكلة حط أي قيم للفي أو سيبها كده وعود بقى في واحد عادي واحد بيساوي في تو على تي تو هتقول لي في واحد سيبها زماني تي واحد هتشيلها وتحط متين تاتة وسبعين هتيجي عند الفي تو تحط كيمتها يعني اتنين في واحد عشان تشيل في واحد مع في واحد وهنا تحط تي تو مجهول وتعود عادي وتطلع الناتج يكون هو اكس انه انا اضرب طرفين متنين في متين تاتة وسبعين يعني خمسمية ستة وربعين قوسة شان 16 يحتاج مننا تركيز ولكنه تعويض مباشر اميكتشر اوف واحد بوينت اتنين سبعة مولز في سيو تو تلاتة بوينت زور أربعة مولز في انتو واحد بوينت خمسة مولز في ارغن ماشي هاذا تو تل مش بي تو تل اتنين يعني هو بقول لي ان البي تو تل كان اتنين لمين لسيو تو اللي عدد مولاته واحد فسطة سبعة وشرين والانتو اللي هو عدد مولاته ثلاثة بوينت زير واربعة واحد بوينت خمسة للأرغن اللي هو واحد ومص وهو بقول لي على فكرة البيتوتال هنا بلقاتهم فانت هتعود طبيعي بعد كده اضرب 760 خلاص ابدأ بقى بالقانون احنا اتفاجنا على نغمة كده مماشينا عليها البيتوتال بيسوي الكسر المولي لغاز نفسه اللي هو الارجون ضرب البيتوتال هه والكسر المولي لارجون عبارة عن عدد مولات الارجون اللي هي واحد ونص على انتوتال مجموع عدد مولات الغازات اللي هو واحد بوينت اثنين سبعة زائد ثلاثة بوينت زير اربعة زائد واحد ونص ثاني ضرب كان اثنين الناتج اللي هتطلع انا معود بالبيتوتال اتم فالناتج اللي هتطلع اتم لكنه عايزه مليمتر لازم اضرب في 760 وطلع الناتج كوزيشان 16 جوابه ايه نروح 17 سبعة تاج ربولي هاو ميني مولوكيولز ار ان وان لتر اوف جاز او جاز ياس اكسجين افزا بريشار اوف كذا اتم ان ازا بريشار اس كذا طيب يبغى المولوكيولز انا عارف القانون ان المولات بيسوي المولوكيولز على الافو جادو يعني لو انت عايز المولوكيولز هات المولات من قانون بيفي في اديب المولات من وين من قانون بيفي في بيسوي ان ار تي وبعدين بعد ما تلاحظ ربها في الافو جادو يعني افضل بدلا متحلاف خطة واحدة اتقال اتطول ماك في الحل فاعود عادي عشان اجيبي المولات اكس مجهول اللي بريشار كام اهو 3.29 ملطيبو العشر استسالي ب12 هو اتم خلاص شكرا ضرب الفوليوم واحد المولات اكس ضرب الار 0.0 ثمانية اتنين واحد ضرب التي هوم اعتري بالكلفن خلاص واحد اتنين اتنين خمسة اعمل شيفت زولفو اكس اللي يطلع يطلع عدد المولات كام ثلاثة فاصلة اتنين تسعة في عشرة اص سالب اربعتاش طيب بعد ما اطلع المولات خلاص اعمل ايه اضرب في الافو جادرو عشان اطلع له المولوكيولز يعني بعد ما اطلع المولات خلاص اعايز المولوكيولز في الافو جادرو 6.02.2 ملطيبه لعشرة اصدعات وعشرين وطلع الناتج كوسشان 17 جوابه C سهل و بسيط كوسشان 18 تعويض مباشر زامولر ماسو في سيرتينجاز هوس دي نستني اعطاني دي كذا جرام اللي قلية ات تي كذا ان دي بي كذا طيب احنا عارفين فيه قانونين ميرت على فيب لهو معطيني قتلة وحجم طب مو مش معطيني ديرت على بي خلاص اعود عادي ديرت على بي لانه اعطاني الدي نستني هنا فاستخدم القانون رقم 2 ديرت على بي الدي تعويض مباشر 9.2 ضرب الار 0.0821 ضرب التي طبعا افتح كوس لو مش فتحت كوس رح يكون الناتجي غلط لان دي بي سيريزيوس اقول له 36 زائد 273 تقسيم البرشير مع طالب الاتوم شكرا لو مش كان بالاتوم يجب ان القانون الدير يجب ان الانه جادة ووضع الناتج عادي وقسيم 18 وما يتأكد من الوحيد مجال القطع إلى 19 بكل بساطة هذه كانت institute قام 6 قام 25 سلسوس سلسوس وعندها 2 وحجم 1 من الوحيد مجال 16 جرام نيتروجين 16 جرام مفوكسوجين 16 جرام مفوكسوجين المعارضة كانت ك Hammond ويوجد المنصف سويا بشكل من الأسبوع سيطبك نفس الطريقة التي نعرفها الأصغر في المولار ماس سيكون الأعلى في الأربع عشرات التفاجر الضغط الجزئي الموليكيولر سيكون الأعلى في الموليكيول لأن عدد المولات يساوي المولار ماس وهو متساوي 16-16 فالعلاقة مع المقام عكسية وأصغر صالح الأعلى في المولات ولكن انت تتكلم عن سلفة موليكيول وهو مش عادة المولات يساوي من المسلث بلين ساوي الموليكيول 85- języ الأمر الناتروجين هو الأصغر في المولار ماس وبناء على ذلك أن النيتروجين لديه أكثر في الموليكيوز بفضلا عن أنه أكثر في الموليكيوز، أكثر في البارشل بريشر، أكثر في الاسبيت، أكثر في اليفيوشن، أكثر في الديفيوشن، أعلى في كل حالة لأنه أصغر في المولار ماسك نذهب إلى كوسيتان 20 2 2 أو 2 خلاص عارفين هذا الكلام سهل وبسيط والتفاجئ، أمشى بترتيب R-CO2 على R-S-CO2 بساوي جزر المولرماث للي في المقام يصير بسط S-CO2 على المولرماث للCO2 لأن العلاقة مع الفيوشن علاقة عكسية مع الزمن العلاقة ترضي يبقى هي ساوي جزر عود عادي من جزر الدولة S-32 و O-16 و O-16 و O-16 و O-22 يعني total 64 والCO2 طبعا ب 44 وطلع عادي الناتل فيطلع معي واحد و انت اثنين وسهلة و بسيطة و ما فيش أدنى مشكلة و O-21 مقرر و جاء من التجميعات و خدناها قبل كده و جاء في فينال 2019 زا total pressure for gaseous product يعني لان النواتج collected over water اللي بتجمع فوق سطح الماء of the voluntary reactions equal اتفاجنا ان الـ reacting ما ليدخل فيها المتفاعدات انا كل عيني على النواتج واخد الغازات بس ده صرد اسحب عني فيصير هو ال BD اذا ال B total ما هو الا عبارة عن الغاز وبخار الماء وبالتالي ما فيه غير BD زائد B لبخار الماء زائد VBRO هذا الكلام مقرر واخدناه قبل كده وسهل بسيط 22 يقول لي هنا سؤال مهم جدا 22 يعتبر متاخد من البنك كوبيبست بس ازود عليه يعني اعطاني VBRO سنجرى ونشوف هذا يربط شابتر المولات مع الغازات اذا اعطاني ضغط البغاري للماء في المسألة معاناته للمطل المطل اذا اعطاني ضغط البغاري للماء في المسألة معاناته للمطل المطلح ضغطين من بعض الضغط اللي الجمع عنده اللي هو 748 طور لان ده ضغط الغاز وبخار الماء من ضغط بخار الماء عشان اطلع ضغط الغاز هذه الخطوة ما ليها علاقة بمطلوب السؤال يعني هنا انا اول حاجة بجيب ضغط غاز الهيدروجين اقول له B total negative B لبخار الماء ده لانا باخدها كده كخطوة ايه فبقول ان البيتوتل اللي الجمع عنده 748 negative 26.74 اللي هو ضغط بخار الماء هيطلع لي 721.26 طور هذا هو من اللي طلعته ضغط غاز الهيدروجين اروح بقى انا الان طالب زماس اينجرام اوف زينك فبين هنا احط ام ونزل هنا المولر ماز 65.24 طيب محتاج ايه للغاز محتاج عدد مولات الغاز وحط المعامل هنا واحد عشان اسوي كروس وطلع الناتج من وين تجيب المولات من قانون بي في في بي بي سوي ان ار تي لانك انت جالس تتكلم عن الاربعة وفين ضغط غاز الهيدروجين طلعنا لما طرحنا الضغطين من بعض اذا ما اعطني ضغط بخار الماء لازم اطرح الضغطين من بعض اذا ضغط غاز الهيدروجين هو قيمة الضغط اللي انا طرحته بعد الطرح اهو لان الناتجي تقول لي هو ضغط غاز الهيدروجين هنا في المسألة لو صغرنا تقول لي هو 748 ولا 26 لا لازم تطرح الاثنين من بعض عشان تطلع ضغط غاز الهيدروجين وبعدين اعود في القانون اذا ضغط غاز الهيدروجين اللي احنا طلعناه 721.26 تقسيم 760 ضرب حجم 4 بعدين بيساوي عدد مولات اكس اللي هجيبه عشان اعود به في المعادلة ضرب الار 0.0821 ضرب الدي افتح كوس ضرب الدي افتح كوس 273.1 ونجيلها على الالة شفت صلف وطلع عدد مولات ضرب الدي افتح كوس 1.5.4 هنا ضرب الدي افتح كوس وضرب الدي افتح كوس وطلع الناتج والعملية سهلة وما فيهاش ادنى مشكلة ضرب الدي افتح كوس وضرب الدي افتح كوس 23 تقوض مباشر مثل ما وانتو فيهيط يعني عايز اللي كيو إن كيلو جول هي بتطلع بالجول فحكسمها الالف ريكويرتو رايز 855 جرام خلاص ما فيهي مشكلة الكتلة بالجرام وطرف رمكال هاتو كذا if equal to الاسباسي فيك 4.18 خلاص انا بقول له كيو بيساوي مف اسف دلتا تي الماس بالجرام اوكي خلاص 855 ضرب الاسباسي فيك 4.18 ضرب دلتا تي ما بعد تو 98 نائس اللي قبلها 25 وطلع الناتج عادي في كوزجان 23 سيطلع معانا الجواب 23 الجواب ايه 261 نروح 24 رهيد اف كومبوسيشن اف ميسانول كانت سالب 724 كيلوجول كل مول كونفيرنت اف كومبوسيشن وانا السؤال دا بيديو كل سنة ام مقصولة معادلة او مسألة كلامية ايه اللي انا سوي هنا عشان احول من كيلوجول لكل مول الى كيلوجول لكل جرام اشد كسر اخد درية الحرارة الاحتراق بالكيلوجول لكل مول سالب 724 على المولر ماس للميسانول الثناشر متجدول زائد ثلاثة في واحد بثلاثة زائد 16 زائد واحد بس وطلع الناتج عادي كوزجان 24 بي سالب 22.6 باخدها باشارتها زي ما هي اقول له خلاص اقسم الدلتا اتش على المولر ماس طبعا في انتو لانه كيلوجول لكل مول والمولر ماسي هي جرام لكل مول فمول تروح مع مول فتطلع كيلوجول لكل جرام هذا شرحنا كثير السؤال بعد كوزجان 25 معطيني معادلة ومعطيني الدلتا اتش فورميشة للزد ان اس اللي في المعادلة ده كمتهم وبعدين اعطاني الدلتا اتش فورميشة وبعدين الدلتا اتش فورميشة لل اس اوتو اهي طب ما اعطاني الاكسودين لان انا عارف ان الاكسودين بصفر ان النزاراتين جنبه غاز صفر وبعدين الد ל�ها ايضا الاخل هذا خدم concrete مجموعة جبري للمشياء المجأة سنugoشف مثل اس名 نظار فائلة بدأ مجموعة جبري اتنين ضرب قيمة الاس او تو هو معتها لي كام سالب اتنين تسعة ستة فاصة ثمانية سكر كوز زائد وافتح كوز ثانية لان في ناتج تاني عدد مولاته اتنين ضرب قيمته للزد ان او هو معتها لي كام سالب تلاتة اربعة تمانية فاصة ثانية سكر كوز سكر كوز سكر كوز اكبر لان انا خلصت البرودكت طرح المتفاعلات طبعا دي صفر اسكيب اسحب عليه اقول له اتنين مول ضرب قيمة تزد النسبة كان سالب ماتين وخمسة فاصة ستة وسكر كوز وطلع النتج طبيعي خمسة وعشرين الجواب دي سالب تمنمية تسعة سرعين الكوز شان ستة وعشرين اتاخد كوبي بيست من البنك وانا شرحته في البنك وبفضل الله جافر الاختبار ان كوبي بيست ما فيه كلام بالنسبة لكوز شان ستة وعشرين كوز شان ستة وعشرين الهدف منه هسل انه يديني معادلة اثنين ثلاثة ويبغى الدلتة اتش فاين دلتة اكش ري اكشن فور سافرونج ري اكشن معادلين لمناظر عشان اتأكد السيل تو هو موجود هنا فهنا اضطر ان احنا هنكسم على اثنين طيب وبعدين الاتش ف موجود هنا وهنا موجود اهو فهدرب هنا في اثنين في المعادلات ليه لان انا معنبي في الرئيسي مش موجود في المعادلة الاخيرة الفرعية فلازم اضطر الى حس في المعادلات طيب هنبدأ نكتب معادلة معادلة ونشوف عشان المعادلة التالتة وانا باضيفها على المعادلتين لازم اضبطها بحيث تثبت معي في ايه في الجمع عشان يطلع نفس النتيجة اول حاجة واحد اقول لي لو خدت اله سيل اوكي لو خدت السيل تو اوكي ما فيه خلاف يعني وهنا اثنين اتش سيل تو في البرودكت وهنا في برودكت مش هابلب برضو بس هكسم على كام على اثنين اذا المعادلة الاقول هتنجسم على اثنين وتكتب زي ما هي اتش سيل ذائد نص او تو جيفنج تو اتش تو او زائد سيل تو هنا عملت جسام تنا على اثنين يعني سالب مية تمانية واربين تربعة على اثنين واروح اعمل اسكيب حازف هذه المعادلة خلاص اتنين اتش اف وهنا اتش اف هنا برودكت هنا برودكت هنا اتنين بس هنا واحد اضرب هنا في كام في اتنين خلاص اضرب المعادلة دي في اتنين فتصير اتش تو ذائد اف تو جيفنج تو اتنين اتش اف والدلت اتش انضربت في اتنين سارب 600 ضرب اتنين المعادلة الاخيرة بقى واروح ازيف دي المعادلة دي وانت ما عليك بتجيبها هنا لازم تزبطها بحيث تحزف أحدث تحزف اف ت fights اف وانت بتحزيف مكفه والدل م 50 بحيث المعادلة الاخيرية بعيدة حتى نحن ارادها بالنوم لازم تليها اعرف استعادها ومعادلة دي لازم تنجلب jourو اعرف عيده ، فالدلاء سأجرب المعادلة خليها اتش تو او جيفنج تو اتش تو زائد ناص او تو طيب والقيمة اغير الاشارة ان انا جلبت المعادلة اخليها اتنين تمانية خمسة فاصلة تمانية اجمع دول وطلع الناتج وهيطلع الناتج بالنسبة لستة وعشرين الجواب دي وده جاي من البنك ناص طب هل لما انا جلبت لما تحذف تحذف التومال مع ري اكتينٹ ل Ta퍼 او very first , وسأحذف هنا مع نص او 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 espera and turn out withس ووقعها ثم التحذف هو السكان المعادلة الهيتروجين مع الحادق وتوجد المل Nikki's of the hydrogen mag with hydrogen mag و concح estamos ADA YESLA هنا هنا في او تنين aem ويجمع 2HCL يعني في المعادلة الأولى المفترض أن كنت أقوم بعمل 2HCL فهذا يجمع 2HCL فلما يجمع بجمع فاضل غير HCL وفعلا وهنا يجمع غير C2 وثنين HCL وفعلا هي المعادلة الأساسية ويجمع في البنك وشرحناها لا يوجد أدنى مشكلة وفي الآخر يجمع بجمع على الآلة وظهر النادي السؤال الذي يجمع بان لن نستمر فان نستمر Faculty هو BULJ من الواقع من 7,50 فا 30 أصعج الوضعه من التراضي لمفتل للدس إنه النقص هو سالب control يبغى هنا في السؤال في كوستشان سبع وعشرين يبغى بالجول فأنا هنا مسألة كلامية سأقول له دلتا ايه بسوي دابل يوزياد كيو الاثنين طبعا سالب لأنه قال لي ضز فأقول له سالب 1.80 ملطيب ولا 10.8 ونفس الكلام هنا عشان أطلق حرارة سالب 7.50 ملطيب ولا 10.8 ونفس الناتج سالب 9.30 ملطيب ولا 10.8 سالب 9.30 ملطيب ولا 10.8 فأنا شرحناه قبل كده في التجميعات وقلنا ان الاسباسي في كهيد تعرفين طبعا ان الكيوب تسوي M في S في دلتا تي فأي علاقة الدار بعلاقة عكسية يعني العلاقة بين الاسباسيفيك وبين المعدل الحرارة في الزيادة في مقدار الفرق يعني عندي جسمين كان دارة حرارتهم 25 دارة حرارتهم نفس دارة حرارتهم 25 سلسوس واحد والاثنين يختلفوا في الاسباسيفيك وحطتهم في الشمس أو سخنت عنهم بنفس الكمية من الحرارة 100 ملطيب ماذا يحدث؟ سوف تقول لي في هذه الحالة الجسم الذي لديه أصغر لأن العلاقة عكسي سيكون الارتفاع معدل للاختلاف في الزيادة الحرارة سيكون أعلى معادته أنه تزود سيكون أكبر سيكون قديم من الاحاوان لأسخة 2 أبجيكت لدي جسمين هل ي witches sitting next to each other in direct sunlight سيكون فتوة الشمس أبجيكت يه أسخن بالإذن أنه أسخن دارة حرارتهم سيكون صغيرة لأنه أجتب أعاند أن أبيجيكت أجتب لأن العلاقة عكسية وهذا شرحناها بالتفصيل في التجمعات الأسئلة يبتاني كده العلاقة عكسية اللي عنده أقل يعني أقل في القيمة بيكون بيسخن أسرع فمعدل امتصاصل الحرارة بيكون أقل لأنه هيسخن أسرع وده يعني من رحمة ربنا عيني طبعا أن الماء هو أعلى حاجة في الاسباسي في الاسباسي فيه 4.18 وإلا كان ضوء الشمس أو بخار الماء كان ضوء الشمس بخر الماء كلها من البخار لذلك اللي عنده سباسي في كهير أصغر بيسخن أسرع يعني الابسوربيشن سوف يكون لور أقل كلام سهل وسيط وشراحناها بالتفصيل كوزة 29 توقف يديني معادلة التفاعل بيقول لي which one of the following must be knowing يعني هون بيقول لي أنا معاي معادلة التفاعل وعايزك تحسيب لي الكالكيوليت the encylubia of the reaction delta H reaction دوما ما جمع جاب لي product novis reacting ودايما دايما مش كان بيعطيني الحاجة اللي كميتها بصفر اللي delta H formation بتقول ليها صفر لما يكون العنصر انزا مصر صندر ستيبل وبالتالي وانا بحل ده هترد تعالى تقول لي ده مركب يازم يديني كمتو ده compound زرتين مختلفين compound نجي لل H2 واش وضعه؟ ده element لان زرتين وجنبه غاز يبقى كمتو صفر فانا مش محتاج أصلا كمتو عشان عشان اعود بيها وبالتالي انا محتاج هذا وهذا ومحتاج قيمة السيوة تقول لي انه compound وبالتالي انا بسحب على element فبقول لي انت هتحتاج which one of these following must be known must انا يعني الزامية انك تكون عارف مين بالزبط اعرف ثلاثة عشان اقدر احسب لان انا مش عرفت الثلاثة مش هقدر احسب لكن الhydrogen مش لازم اعرفه انه بصفر اصلا ما بعود عنه حتى روما اديني سؤال مش هزي السؤال اللي احنا خدناه بالنسبة للأكسوجين ما اعطاني كمتو لانه بصفر اللي زراتين جنبه غاز صفر وبالتالي انا محتاج الH2O محتاج CO محتاج C2 انسيليبي وفورميشن H2 هل عايز H2 بس لا انسيليبي وفورميشن of CO and CO2 لا انسيليبي وفورميشن of H2 ده لا والف لا لكن بولي انسيليبي of reaction H2 and 0 giving to H2 ما انت لو عايز انسيليبي of reaction لهذا هيدك جواب انت بحتاج مين انا محتاج CO و H2O و CO2 يعني محتاج اول حاجة واحد واثنين واحدة هو اللي هو H2O ومحتاج ايضا اتنين اللي هو CO و CO2 وبالتالي يكون واحد واثنين اولي لو معي قيامه القيم حقهم اقدر اطلع الDilt-Action من product رابس يعني الشيء في الموضوع من هذا السؤال انك تسحب على الموجودة انزاموس standard stable بنفس الطريقة والقاعدة اللي احنا عرفينها زردينه جنبه غاز 0 زرد جنبها صورة 0 مع عدل الاستثاثة اللي احنا عرفينها وبالتالي انا محتاج واحد واثنين لكن لاني محتاج ما ينفعش الهيدروجين لحاله ولا ينفع قيمة الهيدروجين لحاله ولا ينفع واحد منهم لحاله السؤال acquisition 30 طبعا acquisition 30 من ضمن الاسئلة اللي هي يعتبر كفكرة ولكنه سهل وبسيط واحنا عرفين selfie delta h formation وانا علمتك ازاي تكتب delta h formation يكون ناتج واحد وعدد مولاته واحد والمتفاعلات بصفر وعندها بيكون delta h للرياكشن بيساوي delta h للمين لل formation للمين للبروضلط طبعا فهو هنا طالب during the reaction of formations of al 2 3 طبعا المعروف 2 al وجنب صلد هنا صفر وهنا وجنب صلد جنب وجاز صفر فهو يقول لي 5.4 جرام of al and the enough amount of water ماشي are reacted تفاعله مع بعض أي تفاعل composition يعني في الاكسجين في الرياكت انت بيكون تفاعل اكسجين مكان تطلب حرارة and produced a heat يعني اطلق حرارة used to rise استخدمناها عشان نرفع the temperature of 2000 يجب صلد لالل l2 or 3 in kj لكل مون يعني عايز delta h formation لهذا لالل l2 or 3 اول حالي لازم اعرف هو التفاعل طلع طاقة كمية قد ايه لما دي رقم واحد وبعد كده اكمل حال يعني اول شي التفاعل طاقة يعني فقط طاقة ومن الماء تعال نرى الماء متص قد عشان يعرف التفاعل دي فانا بقول كيو بيسوي m ضرب s ضرب delta t الام اللي هو كام للماء اللي مدص الماء كنت دي ماء 2000 ضرب ls باسف للماء معطى 4.18 ضرب delta t ارتفعت by 20 يعني خلاص 20 حيطلع معنا الناتج هنا في هذا التفاعل للنسبة للماء 167 00 جول طبعا هشريح المتعامل بالكيلو جول فلازم أقسم على 1000 فهتطلع q 167 2 جول اه يعني كده التفاعل ده اطلق يعني الماء متص 176 2 جول وبالتالي التفاعل ده لما طلع واطلق هيكون اطلق سالب 167 2 جول لان احنا عارفين q للماء بيسوي سالب q لمين اللي بيطلق طيب وش الخطوة اللي بعد كده انت عايز delta h فالميشل ده فانا هطلع delta h للرياكشن ازاي والله بقول لي انا عندك 5.4 جرام فهذه تحت ال المعادلة المعادلة عبارة عن 2 وهنا انا ابغى طلع delta h للرياكشن وهذه هنا احط 5.4 جرام وفوج انزل المعامل ضرب الكتلة المولية لان 5.4 دول فعلا بالفعل طلعه سالب 167.2 كيلوجول فانا ابغى اشوف المولر ماس هنا الواحد مول المولر ماس نفسيها ضرب اتنين يعني الواحد مول كله هيطلع جدية هتقول لي اذا في اتنين معنا لما اضرب اتنين في المولر ماس اصلا عشان في النهاية اطلع القيمة لكل واحد مول واشوف اتنين في ضرب 27 فاسوي كروس وطلع الناتج عشان اقدر اعرف الناتج اللي طلع هيطلع الناتج معنا سالب 1672 كيلوجول طيب اسمع ده دلت اتش للرياكشن وليس دلت اتش فورميشن اه كلامك صحيح اللي انت طلعته هنا للرياكشن انا بعدا مبادئ اقول ان دلت اتش للرياكشن هنا هقول ان دلت اتش للرياكشن اصلا كانت بتسوي المجموعة الجابري للبروداكت اللي هو الدلت اتش فورميشن لل AL2 اوسري ناجس المجموعة الجابري للرياكشن اللي هو بصفر لان هنا صفر وهنا ايه صفر فده كله صفر وبالتالي دلت اتش بيسوي دلت اتش فورميشن للال AL2 اوسري اللي هو عايز خلص يعني اللي طلع هو دلت اتش فورميشن لل AL2 اوسري هي نفسيها للرياكشن وهذا احد التقواعد اللي بحقق بها متى دلت اتش الرياكشن بتسوي ال ناتج واحد وعدد مدد واحد ومدد بصفر وبالتالي الجواب سيكون انصر دي وهذا سهل وبسيط ومفؤدنا مشكلة نروح نكمل في 31 31 سؤال تعويض مباشر وما في شيء واللي زي امانت في الورك سالب من كذا كذا هو عايز الورك بالجول خاص وورك اول حاجة حاجة للاشارة الالكسي سالب وبعدين اقول بي دلت وعشان عايز بالجول اضرب في 101.3 2 5 سالب البروشار كام بلقاتهم خاص شكرا 1.3 ضرب الدلت الكبير في القيمة ناقص الصغير يعني 2.3 ناقص 1.5 والكام دي كله مضروف 101.3 2.5 وطلع الناتج ونشوف 31 جوابه 31 الجواب حاجه وطلع الجواب 31 30 30 30 سالب 105 4 جول طبعا عايز كله جول اقص مر 1000 كلام سهل بسيط 32 32 ولا فكرة ولا شيء كلها فقار سهلة سهلة ويقول لي what is the correct answer about the work and volume يبغى المعلومات عن the work and volume ويعطيني معادلات in the volume reaction تفاجنا هذا سؤال نظر اول ما ارى ويعود عن قانون work يسوي سالب delta n وطلع delta n واشوف المعادلات هتكون وضعها ايه هو بقول لك work is the correct answer 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 is the correct answer volume is the correct answer الجواب والفزم بتاعنا نفهم ليه اول شيء لما ايجي اطلع ال work here طبعا هنا product هنا واحد مول وهنا غاز وهنا سلد بسحب عليه اتفاجنا وانا ما اطلع ال delta n بحسب لغازات product نجس ريابتين وبالتالي واحد نجس واحد صفر يعني ال work here في المعادلة الاولى صفر طب المعادلة الثانية بسحب على liquid وبقول هنا صفر نجس وهنا غاز وهنا غاز واحد ونص يعني سالب واحد ونص سالب في سالب سالب في سالب بموجة يعني ال work في الخطوة رقم اثنين بيكون موجة موجة يعني حصل ايه كومبرس عشان نبقى ماشين خطوة خطوة الزبدة هنا بسحب على السلد وبقول 1 ناجس واحد يعني ال work here بصفر يعني كون استنتفولي من حجم سابق رقم اربعة هنا غاز وليكود اسحب على liquid وهنا اقول هنا واحد ناجس وهنا غاز وغاز واحد ناجس اثنين لان واحد ونص واحد اثنين ونص فواحد ناجس اثنين ونص يطلع بالسالب لان هنا واحد ناجس اثنين ونص يطلع سالب واحد ونص سالب في سالب بموجة يعني ال work هنا برضو هيكون موجة لان طلعت الدلتين بالسالب وعودت عنها هنا سالب في سالب بموجة فهيحصل هنا ايضا كومبرس فبقول لي سؤالي work is equal in 1 و 3 واحد و 3 اه صفر و صفر work is positive in 2 و 4 2 positive و 4 positive نعم volume is compressed in 2 و 4 ما هو positive يعني الحجم من ضغط يعني اللي حصل له compress وهنا compress والحجم صحيح يبقى all are two ان شاء الله هنكون واضحة يبقى كله صحيح يلا بقى نروح لمن من اول 33 هنبدأ في solution نركز مع معا السؤال ده مقرر في ثلاث اختبارات سابقة وجاء اليوم what is the morality ابدأ اكتب مولاليتي والله ان المولاليتي ده بتساوي wait mwt ضرب 1000 على w وقت الزماليتي وفان اقوس solution يعني اعطاني اقوس لبل 8.6 جلوكوز واعطاني النسبة اقوس يعني الماء هو الموزيب ولما يعطيني اقوس ويعطيني نسبة من غير ما افكر النسبة هي كتلة الموزيب اطرح من 100 يطلع لي 91.4 جرام حجين solvent الموزيب خلاص انا كده خلصت والله عود بقى هقول له بقى والله هنا احسب المولاليتي كتلة الموزيب والنسبة 8.6 على المولار ماسي الموزيب والنسبة 180 ضرب 1000 على كتلة الموزيب بعد الطرح 91.4 جرام والنسبة 0.5 جرام موجود في التجمعات وموجود في المنصة حالنا كثير وما في ادنى مشكلة كوستشان 34 نركز ونقرأ عشان نخلص بنزين 100 ملي متر ذئبك 26.13 حملها دخلي اصلا بالموضوع كالكوليت ضغط بخاري المحلول إن ملي متر ما في تحويلات كونتين 24.6 جرام كام 4 اللي هو 10.16 ماشي دوسولفت إن 28.5 بنزين طبعا بعد كلمة دوسولفت إن يعني البنزين هو المساب ولما يعطيني الضغط البخاري أخير بيعطولي الضغط البخاري يعني هو عايز الضغط البخاري المحلول وعرفنا إن البنزين هو المساب سأكتب القانون إن ضغط البخاري المحلول يسوي الكسر المولي للمزيب ضرب ضغط البخاري للمزيب تعب نعود في القانون يبقى هوله بيساوي نبدأ الضغط البخاري للمزيب 100 الكسر المولي للمزيب على عدد مولات المزيب على عدد مولات المزيب زائد المزاب مسعى مدرماس يقوم بعمل مع جرامات أبدأ بالبنزيم 98 الماس على المولر ماس 6 في 12 يطلع 78 نفسها ثاني 98.5 تقسيم 78 المولر ماس وهنا نفس الكلام أدي للمزاب المزاب كان 24.6 على المولر ماس 10 في كذا كذا يطلع 152 لو اطلق بط في الاختبار الكتلة الأصغر حجة المزاب والكتلة الأكبر تكون حجة المزاب واطلع طبعا الناتج بالنسبة ل34 هيتطلع الجواب بي كوسيجاند 35 طبعا نحن نكمل بالنسبة لكوسيجاند 35 واعتذر عن صوت التكييف لو سوى إزعاج كوسيجاند 45 البيترون 50 انا اركز وانا بجراء يبغى الكلفين اذا متعامل هنا في الدوزة ده كله بالسرازيوس اذا يبغى كلفين خلاص مفي مشكلة بسيجاند يزمونتك سوى إجباري لازم عود كلفين شيكوه في المكتفين 452.2 جرام تنزيل الموضع مولار مستر 242 مولار مستر 242 و 316 جرام الكووتر وهو الموزيع اما ان الكي بي كده ان يبغى دارة القليل المحلول ألالت امام دلتا تي بي هي دلتا تي بي سيكون دلتا تي بي سيكون دلتا تي بي في المولاليتي ويد على ام دابيلوتي ضرب 1000 على ديويلو ديران سعود هنا مباشرة الكبير الماء 0.52 ضرب ويت كوتة الموزاب بالترتيب 45.2 على المولر مسل الموزاب 342.29 ضرب 1000 على الموزاب الماء 316 هتطلع لي هنا الناتج 35 هتطلع 0.217 طبعا دي بقدار الارتفاع فهتطر أجمع عليمية عشان أجيب درجة غليان المحلول بالسليزيوس اللي هتطلع 100.217 هذا بالسليزيوس عيزة كيلفين لازم أجمع عليها 273 عشان يطلع معي الجواب أنصار 373.227 قوستشان 36 ما هو مولار ماسه في جرام لكل مول من غير مضيئة من غير مضيئة من غير مضيئة يعني قتلة المذهب دبريس 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 من غير مضيئة ودخلناها في الأفكار ما بعد غير هو دلتا تي اف وهذا الكلام تكلمنا قبل كده عندما نبقلنا الكي اف للبنزيم خمسة بوينت واحد اثنين خاصة اقول له دلتا تي اف بيساوي الكي اف في المدارة تي ويت على امدة بتيدي هو عايزها ضرب ألف على دابل ويلديران الدلتا تي اف هو معطيالي سفر فاصلة أربعة سبعة بيساوي الكي اف للبنزيم خمسة الكي اف للبنزيم هو خمسة فاصلة اثنواشر ضرب ويت كده المزاق زوابناه معطيالي تحت في المسألة صفر فاصلة خمانية خمسة صفر فاصلة تمانية خمسة على اكس اللي هو المولر ماس ضرب ألف على كده المزيب اللي هو البنزيم كان مية وحل شفت صوت وطلع الناتج وجواد ستة وتلاتين بي اتنين وتسعين فاصلة ستة طبعا هذا سؤال مرة سهلة لا تحتاج حسابات ولا شيء أبغى أطلعوا بعلاقات ثلاثة 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 ضرب واحد على الفيب اللتر وهو الحجم كونستنت واحد طيب في كل مرة تحط ستين يعني كونستنت والعلاقة مع المقام علاقة عكسية فالصغر في المولار ماس أعلى في المولاريتي أطلع المولار ماس لللزيوم ايوديت وطلع المولار ماس للزيوم ايوديت describe 134 مجدات ول وده يطلع 150 وده يطلع الكي اي ب 166 واضح ان الليزيوم ايوديت هو أصغر واحد في المولار ماس وهناه على ذلك ان الليزيوم ايوديت سيليوشن إزا هاي ستيمون مولاريتي يببى الجواب أنصر وهي طريقة سهلة عشان اوفر على وقت اعود وطلع عن مولارتي الى ده وطلع عن مولارتي الى ده وطلع عن مولارتي الى ده واستنزل في الاختبار لأيه لابد مخ يشتغل وفكر بطريقة اكويسة بعد كده كوستشن ثمانية وثلاثين قاد خمسة وعشرين سيليزيوس كونسنتريشن وفتسول في دوكسوجين المولي كلوتر ونوطر اسكالزا يعني ده قيمة المولارتي او السليوبيتلي او الكونسنتريشن ات 0.6 اتوم طيب عايز يبغى يحسب هنا ريزيليو كونسنتر فكرة مقررة سي بيسوي كي اتش في بي يبغى ها يبغى الكي اتش سي على بي السي هو كام معطهالي خمسة فاصلة تسعة تمانية ملطيب الى عشر السليب اربع على اللي برشار بالاتوم اوكي لو ما كانش اتوم اراجعوا لا ايه لاتوم وطلع الناتج اكوستشن ثمانية وثلاثين جوابه سي تسعة وتلاثين زا تعويض مباشر ما في شي زا فوليوم ان ميلي اوف زيرو بوينت اتنين خمسة واحد مولار يعني ده المولارتي زا تكونتين كذا ديرام اللي هو الموزاب اكتب قانون مولارتي ويت على ام دابليو تي طالما عايزها بالميلي يبغى الفة على في بالايه بالميلي المولارتي هم يعطيها لي صفر فاصلة اتنين خمسة واحد جا من التجميعات بساوي ويت كودة الموزاب احنا زوابنا كام؟ تلاتاش فاصلة خمسة على المولار مسل المولار بحسبها من الجدوى لسه حاسبين ان الكي اي بمية ستة وستين ضرب الف على اكس لانه عايزه بالميلي لو كان بالليتر واحد على مين على اكس اللي لو عايز الفيه بالليتر وطالع لعنات الجوزيشان تسعة وتلاتين جوابه ايه؟ ايطلع تلتمار بعشين السؤال اللي بعد اخر سؤال افز ازموتيكس بريشار اف ميتين وخمسين ميلي ده حاجم اقوى السيليوشان كونتينين جتين بوينت خمسين جرام اف سابستنز اللي هو الموزاب نان الكتورولايت المولار مسلي كده ايز زيرو بين تسعة تسعة ديرو اتم ده الازموتيكس باي وتزا تنبريتشار افزي سيليشان سيليزيوس واركز انه سيليزيوس اه يعني هو بتطلع كلفة لانه ننقص منها متين تاتو سرين حاولوا الله باي بيساوي ار في تي في المولاري تي ويت على ام دابليو تي ضرب الف على في بالميل يلا باي كان بالاتوم اوكي انه القانون في الار يفرد علي لو انسيت القانون في الاختبار افتكر بي في في بي سوئين ار تي القانون في الار يجب ان يكون بالاتوم بالتالي هنا الباي هيكون دائما هو بالاتوم سفر فاصلة تسعة تسعة تمام وبعدين بيساوي الار زيرو بينت ديرو تمانية اتنين واحد ضرب تي بال اي اكس هنحطها اكس الاول عشان تنلحة بعدين نطرح من الاتوم طبعا هنا ضرب الويت انا زوبت اصلا اتنين فاصلة خمسين على المولر ماس تلتمية اتنين واربعين بوينت اتنين تسعة ضرب الف على ميتين وخمسة احل واطلع شفتي صورف واطلع اكس هتطلع ضرة الحرارة تلاتة تلاتة تمانية كيلفن وهو عايزها سيليزيوس اطرح منها ميتين تلاتة وسبعين هيطلع لي خمسة وستين سيليزيوس وبكده نكون انتهي بالنسبة الاختبار انا اشوف ان افكاره سهلة وبسيطة ما في شي جديد كلها مقرره من البروكليمز والتجمعات من جاي كوبي بيست من البنك والتجمعات السابقة ما في شي فالهدف الوحيد ان اركز فيه وانا بحلي بالاختبار اكوني مركز عايز الحرارة سيليزيوس واليا كيلفن الضغطي عايزه اقتم ولا بالملي متر التعويضات لازم اكوني مركز مية في المية وان شاء الله امرت سهلة وسيطة وبإذن الله ما في ادنى صعوبة ورافقهم الله جميعا وان شاء الله احنا ارى تواصل لو في ادنى مشكلة او اي اسئلة بالنسبة للاختبار